احترم الرجل في كواليس كتيرة كواليس كتيرة في الساعات الأخيرة لمسيماني في الأهلي هقولها لحضراتكم دلوقتي عشان تعرفوا إيه اللي حصل القرار حصل إزاي ليه فجأة الناس شافت النهاردة الأهلي يصدر بيان برحيل بيتسو مسماني وهقولك حاجة مهمة قبل ما روح للكواليس النهاردة الصبح بعد تدريب النادي الأهلي زي ما كلنا عرفنا أن بيتسو مسماني ما رحش تدريب النادي الأهلي النهاردة وما رحش المبارة مبارح مباردة المصر بالسلوم دخلت على الويب سايد بحس صحفي كده قلت هبص على الويب سايد بتاع النادي الأهلي وهفهم إزا كان مسماني عنده مشكلة ولا ما عندوش فلقيت أربع أخبار موجودة عن تدريبات النادي الأهلي اللي هو الفريق يؤدي مرانه الكابسة بحفيزي اجتمع بالجهاز الفني واللعبين الكابسة بحفيزي يوضح مش عارف موقف الغائبي يعني فيه أربع حاجات من التدريب النهاردة أخش على خبر خبر فيهم ولا خبر بيقول أن بيتسو مسماني تعبان أو عيان فعشان كده غاب من المران النهاردة زي ما أشيع صباح ولا خبر منهم فيه مثلا حتى أن بيتسو مسماني غاب عن المران أو عنده مشكلة أو أي شيء لم يصدر بيتسو مسماني في أي خبر من أخبار تدريبات النادي الأهلي اللي كانت موجودة على الموقع الرسمي للنادي الأهلي النهاردة وأنا لسه بتوقع وأنا لسه بفكر وأنا لسه بجمع معلوماتي لقيت النادي الأهلي نزل بيانه الرسمي بفسخ تعاقد بيتسو مسماني بالطراضي كان واضحة من مبارح هو كان موجود في الكهارة مبارح ما رحش حضر المباراة والنهاردة التدريبات صباحا ما رحش حضر هو جاي من بعد من بعد الدور التدريبية في المغرب وواخد قراره وامرته موجودة ليه وكلت أعماله والأمور كانت محسومة أصلا يعني كان جاي وواخد قراره هو مش هيكمل مع النادي الأهلي ده كان أول يوم لبيتسو مسماني مع النادي الأهلي وقال إنه كان حلمه يدرب النادي الأهلي وقال إنه مش مسدق نفسه إنه بيدرب النادي الأهلي وحقا هو كان محظوظ جدا بالنادي الاهلي هو بيدرب اكبر فريق في القرارة الافريقية هو اللي عمله سمعة هو اللي عمله اسم اه هو كان ناجح مع سانداونز بس طبعا النجاح مع الاهلي غير تتاخد دورة عبطال افريقيا مرة مع سانداونز تبقى اسطورة لكن مع النادي الاهلي لا تنحتاج بطولة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين وهو الراجل عمل كده بصراحة عمل كده بس هو للحظة من اللحظات تصور عندونا عمد بس تصور انه النادي الاهلي وجميل النادي الاهلي تتشبع مفيش الكلام ده في الاهلي انت النهار ده عندك بطولة خلصتها وخدتها بكرة لو خسرت بطولة انت مش حبيبي وصحبي ولا كفاية ولا عرفك لازم تكسب طول الوقت لازم تحقب بطولات طول الوقت لو هتروح تلعب بعد كل بطولات دورة رمضانية كده في شهر رمضان الكريم وتلعب دورة مده الناس بتكسبها حتى لو هي حاجة ودية وطرفهية هتكسبها دي جميل النادي الاهلي فهو ظن انه جميل النادي الاهلي مثلا دي جميل ساندونز اللي هو خده بطولة فانا بقيت اسطورة خلاص اه انت لك كل التقدير والاحترام من جميل النادي الاهلي جميل النادي الاهلي تحب بيتسو موسيماني وله كل استحقاق في هذا ان الجماهير تحبه وتقدره طيب تعالوا اقولكم كواليس الساعات الاخيرة قبل رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الاهلي يلا بينا الساعات الماضية شهدت العديد من الكواليس في مسألة رحيل موسيماني عن الاهلي بدأت مساء السبت بالجلسة اللي تمت بين المدرب مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم بالنادي الاهلي خلال الجلسة التي ابتدت حتى الفجر موسيماني طلب من الخطيب ومنصور التعامل معهما فقط واكد معاناته من ضغوط شديدة في الفتحة الاخيرة من الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والجماهير ورغم ذلك يفهم طبيعة النادي الاهلي لو فيهم كان نكمل ماشي الخطيب سأل موسيماني بشكل واضح قال لديك عروض اوقعت مع اي نادي لكن المدرب اكد انه لم يوقع لأي فريق اخر وان العروض تصل اليه من حين لاخر لكنه يركز مع النادي الاهلي الخطيب ومنصور طلبه من موسيماني اضافة اعضاء جدد الجهاز المعاون وهو ما لم يرفضه المدرب لكنه تمسك باستمرار مواطنه كابيلو لانجواجا مخطط الاحمال مع امكانية ضم مدرب اخر معه كما تحدث بيبو ومنصور مع بيتسو عن الاجازات الكثيرة التي يمنحها للفريق في اليوم التالي الاجتماع كانت مباراة المصر بالسلوم في كأس مصر التي لم يحضرها موسيماني وكان غيابه دون اي تنصيق مع الاهلي الذي تفاجأ مسئولي بعدم حضوره وهو ما تسبب في غضب الادارة اليوم اللي هو الاثنين كان من المفترض ان يقود المدرب مراني الفريق الصباحي لكنه لم يحضر الى النادي واجرى اتصالة برئيس الاهلي ابلاغه برغبته في الرحيل وعدم قدرته على الاستمرار وفي نفس الوقت تحدث تحدثت مهيرة زوجته ووكلته مع امير توفيق لابلاغه برغبتهما في فسخ التعاقد بالتراضي احد اللاعبين الكبار في الفريق تحدث مع زملاء ليلة مواجهة المصر بالسلوم وابلاغهم ان مسيماني قرر الرحيل ولن يحضر الى النادي مرة اخرى وجهة مسيماني المقبلة احد الدوريات الخليجية والعرض وصل اليها عن طريق احد الاشخاص في مصر الذي اجتمع بزوجة المدرفة القهرة منذ نحو شهر ونصف واتفق معها على كافة التفاصيل بيتسو يتبقى له مستحقات متأخرة تصل لنحو 300 الف دولار وعده الاهلي بتحويلها لحسابه مطلع الاسبوع المقبل واكد المدرب على ثقاته الكبيرة في ادارة النادي الاهلي وانها تسدد التزاماتها في المواعيد المحددة